السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب الحلوين يارب تكونوا دايما بخير في الوقت الحالي كلنا قاعدين في البيت محدش بيخرج إلا للضرورة القصوى ده علشان نحمي نفسنا ونحمي أهلنا من خطار فيروس كورونا وللغاية دلوقتي لم يتم اكتشاف علاج للفيروس وإن اللي بيتم شفاقهم هم الأشخاص اللي بيتمتعوا بمناعة قوية طيب يعني إيه مناعة المناعة هي قدرة الجسم على مقاومة الأمراض وجهاز المناعة هو بمثابت الجيش اللي بيدافع عن جسم الإنسان ضد هجمات الفيروسات والماكروبات الضرة والاهتمام بجهاز المناعة زي ما يكون بدل الجسم أسلحة أسلحة قوية علشان يقدر يدافع عننا طيب إزاي يحافظ على جهاز المناعة وقويه؟ أول حاجة النوم الكافي وبشكل منتظم ونوم بدري جهاز المناعة القوي بيحتاج لفترة راحة لإعادة نشاطه ولما بتقل فترة الراحة دي اللي هي فترة النوم بيفقد جهاز المناعة جزء كبير جدا من كفاقته وبيبقى عرضة للفيروسات والمايكروبات في دراسة أثبتت أن الجسم لا يفرز خمسين في المية من الأجسام المضادة التي تقل جسم من الأمراض والفيروسات عند كلة النوم علشان كده لازم ننينبتري وقت مناسب للنوم علشان أقدر حافظ على جهاز المناعة ويفضل قوي تاني حاجة ممارسة الرياضة الرياضة مهمة جدا لصحة الإنسان وليها دور كبير جدا في تقويت والمحافظة على جهاز المناعة ولكن بشرط أن تكون ممارسة الرياضة دي بشكل منتظم وبشكل سليم لأن ممارسة الرياضة بشكل يؤدي للإجهاد أو بشكل كبير بيعمل لود على الجسم ده بيأثر بالسلب على جهاز المناعة وبيخليه عرضة للميكروبات والفيروسات فعلشان كده لازم نمارس الرياضة بشكل مقنن ومنتظم ويريد نمارس الرياضة يوميا ثالث حاجة النظافة الشخصية عن طريق الاستحمام مرة على الأقل يوميا وغسل إيدينا كويس جدا بالمية والصابون بالطريقة الصحيحة نغسل إيدينا قبل الأكل وبعد الأكل بعدما نخلص لعب وبعدما نخرج من الحمام وعلى مدار اليوم رابح حاجة التغذية السليمة الأصحاء دايما هم اللي بيأكلوا أكل صحي ومتنوه علشان كده جهاز المناعة عندهم قوي والتنوه ده معناه إن احنا بنكل فكهة وخضروات وبروتين وبنشرب عصير وبنأكد كمان على الخضروات والفكهة اللي بتحتوي على فيتامين سي زي البرطقان واليوسفي والفلفل والجوافة والليمون والأطعامة اللي بتحتوي على مضادات الأكسابة اللي فيها زيت زاتون وطماطم وبروكلي وغيره والتوم له دور كبير في تقوية جهاز المناعة والارقسوس والزنجابيل وفيه أكل كتير جدا بيضع في جهاز المناعة المعروف باسم الأكل الغير الصحي وسوق التغذية بيخلي جهاز المناعة ضعيف علشان كده لازم كلنا ناكل الأكل الصحي ومتنوع نستني تعليقاتكم ومستنيكم تقولولي ايه العادات الصحية اللي انتو بتتابعوها عشان تحافظوا على صحتكم وتقوى مناعتكم إن شاء الله بإذن الله اشوفكم وريب في أفضل صحة وأفضل حال